احنا وياكم قصتنا بدينا يومكم ما تفترق عنكم ادينا يد وحدة دامكم منا وفينا نستند في بعض ونعيش الأمان احنا انت وانت و احنا بانتسامتكم فرحنا وينما تنبون وينما تنبون وينما تنبون رحنا نضوي العالم ورحلتنا طويلة والنهاية بالأمل مو مستحيلة نكتمل في مجتمعنا ساصيلة والقلوب اللي بها صدق المعاني يا صباد الخير تنطى يا أمل في القلوي كبار يا جسر من فوق نعبار من لخيرا يا جسر من فوق نعبار يا جسر من فوق نعبار يا جسر من فوق نعبار السلام عليكم الأطفال أهم سكر الدنيا وحلاوتها لكن اليوم بنتكلم عن أطفال مختلفين المرض صار صديقهم والقبر شركتهم في الحياة والحرمان من أكلاتهم المفضلة صار روتين بالنسبة لهم هذه التحدي عاشوها أطفال وايد في مجتمعنا ومنهم طفل شجاع عشنا معاه هذه التجربة الطفل عيسى الملة اليوم أنا جايسة السنتر عشان أسعى الناس إذا بيضربوني إبرة السكر أو لا تعالوا وياي خلونا نشوف كيف راح يتفاعلون الناس مع طفل يطلب منهم يضربون إبرة الإنزولين تعرفون تضربون إبرة السكر؟ تعرفت أضرب إبرة السكر؟ ما سمعت تعرفت أضرب إبرة السكر؟ تعرفون تضربون إبرة السكر؟ أسأخوة أنت تديك سكر؟ إيه؟ مين معاك؟ أحد شو معاك؟ أمي ما عرف إن راحت ولازم أضربها أحين لازم أحين أبربها عندك جوال ماما؟ ما طريد على التلفون ما طريد على التلفون غالت لي بتروح الحمام مع أخوك بس ما مرتعت كيف يمكنني سألها؟ كيف تأخذ أفريك لك؟ أهني سألت أحد؟ إيه؟ أحد شوية عرف؟ تعال كلمة السكر ما بتردش كلمناه كذا مرة لأن أنا خايف بصراحة من هيلو طب ممكن ندور على موقف؟ عيسى أكلت؟ أكلت؟ طب بص أنا ممكن نجيبه حاجة سويت شفنا شلون الكل أنصدم بالموقف لكن شلون لو تعب عيسى؟ روحي أحين راسي عبرني لازم أراضي صارت ساعة أقوم مكانات نحس فيك حزة فيك دوخة شي كنتك كويس؟ المهمة إيه؟ كوكيس؟ كنتكتنا عادي صحيح حالي كليس حط صغيرك إياها حالي فايلة بس فايلة تحطها في يدك؟ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أصعب شعور لما تشوف طفل ينهار جدامك وتحمله بين يدينك ويحتاج مساعدة منك لكنك ما تقدر تساعده موسيقى 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 عشان موسيقى عشان ما تصير لهم أي مضاعفات ممكن تأثر على حياتهم وتشكل خطر عليهم مثل ما شفنا مع البطل عيسى أتمنى كل أطفال السكر حصلون حالي ولأنهم مننا وفينا تقدم المستشفيات الحكومية خدماتها لأطفال السكري عبر عيادة خاصة بمجمع السلمانية الطبي بإشراف طاقة متكامل مكون من طبيبتين استشاريتين ومثقفات سكري أطفال وأخصائية مضخة وأخصائية تغذية وأيضا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومن خلال مشروع الفارس راح توفر مضخات إنسولين للأطفال حتى عمر 18 سنة المصابين بالنوع الأول من مرض السكري واللي يتم دراسة حالتهم وصرف المضخة لهم وتركيبها في مستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري ومستشفى السلماني اليوم نقول لكل الأطفال المصابين بمرض السكر علمتونا الصبر والإرادة والمعنى الفعلي للقوة والشجاعة سامحونا إذا قصرنا معاكم أو ما عرفنا معاناتكم بس اليوم فهمنا واجتهدنا وقدمنا لكم بعض الحلول وبإذن الله ألمكم يزول أنتوا عزوتنا ومعاكم نرسم مستقبلنا ويدنا بيدكم تتحقق كل أمانين إحنا وأنتوا واحد لأنكم منا وفينا أحنا وياكم قصتنا بدينا يومكم ما تفترق عنكم يدينا يد وحد أدامكم منا وفينا نستند في بعض ونعيش الأمانين أحنا أنتوا وأنتوا وأحنا بابتسامتكم فرحنا وينما تنبون وينما تنبون وينما تنبون رحنا نضوي العالم ورحلتنا طويلة والنهاية بالأمل مو مستحيلة نكتمل في مجتمعنا ساصيلة والقلوب اللي بها صدق المعاني يا سماد الخير تنطى يا أمل في القلبي الكبر يا جسر من فوق نعبا من نوخينا